بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نبدأ مع بعض يونت سيفن يونت سيفن الوحدة السبعة للصف الرابع الابتدائي التيرم التاني اقرأ read and answer وجاوب the questions وجاوب الاسئلة دي what do you know what ما او ماذا what do you know know ايه اللي انت تعرفه اباوت بخصوص او عن the nail the nail هو نهر النيل طبعا no معناه يعرف الكي هنا الكي silent الكي لو جي بعدها in الكي بتبقى silent كي ما بقولهاش قلت what do you know الكي ما قلتهاش الكي لو جي بعدها in الكي بتبقى silent انا بقول لي ايه 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 which one which يعني ايه 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 which one of these sentence ايه من ايه جمل is true ايه ايه جمل اللي هي صح تشيك زا كوريكت انصر هنشوف ايه جمله صح بقول لي أول حاجة زنايل زنايل اللي هو نهر النيل is the shortest the shortest river يعني ده أقصر نهر in the world the mile is the shortest river river يعني نهر river يعني إيه؟ نهر in the world in the world يعني فيه فى العالم in the world يعني فى العالم بقول لي نهر النيل أقصر نهر فى العالم طبعا دي إجابة مش صحيحة نشوف بي بولي زنايل زنايل نهر النيل أطول نهر في العالم طبعا ده أطول نهر يبقى بي هتبقى صح بعد كده زنايل is the widest the widest river يعني ده أكبر نهر بالنسبة للتساع عريض أعرض نهر in the world طبعا دي غلط يبقى الإجابة الوحيدة الصحية والجملة الصحيحة بي زنايل is the longest river in the world أطول نهر في العالم زنايل السؤال التالي بيقولي زنايل is about تقريبا 6,670 كم that's like المسافة دي زي مسافة إيه بقى زي إيه؟ طبعا بيقولي هنا طول نهر النيل طوله 6,670 كم طيب هل المسافة دي نفس المسافة دي مسافة إيه؟ traveling to the center of the earth center مركز الأرض هل هل هي المسافة بتاعة طول نهر النيل هي نفس المسافة لحد مركز الأرض center of the earth ولا traveling to the moon ولا الصفر إلى الأمر نفس المسافة ولا traveling to the Australia الصفر إلى أستراليا طبعا الإجابة الصح اللي هي traveling to the center of the earth يبقى هنا دي اللي صح سؤال number 3 which which of these rivers أيهما نهر is the Nile يعني ايه النهر اللي موجود هنا اللي هو نهر النيل طبعا هنا النهر دوت جنب منه زرعة هوت وما فيش منه ولا حاجات خضرة جنب منه وخلاص ده نفس النظام أما نهر النيل بقى اللي احنا نعرفه انه يبقى حوالين منه بباني يبقى دوت هي دي الصورة بتاعة نهر النيل سؤال number 4 how many how many يعني كامل عدد how many branches branches يعني كامل عدد الفروع does the nail have in Egypt يعني نهر النيل لي كان فرع لي كان فرع في مصر نهر النيل branches يعني فروع نهر النيل طبعا لي ايه لي فرعين لي فرعين اتنين يبقى الاجابة ديت ياللي صح لي لي فرعين اتنين فرع دمياط ورشيد طبعا احنا هنا جوابنا هوت هنشوف بقى هل الاجابات بتاعتنا صح ولا لا طب نشوفها صح ولا لا ازاي طبعا الاجابات موجودة هنا انصر ايه انصر لو انا قلبت الكتاب كده هنلاقي الاجابة مكتوبة هنا هنا هنشوف الصور الموجودة عندي دي وهنشوف الكلمة المناسبة لها يعني مثلا هنا اول حاجة city city يعني مدينة city يعني مدينة city طبعا هو معلم عليها خلاص اه number two ده ايه اللي موجود قدامي في الصورة ده طبعا building building يعني مبنى building ايه building يبقى اكتب building هنا لان ده مبنى طبعا number three اه number three الصورة دي تبع ايه الصورة دية تبقى river river اللي هو النهر الصورة دي تبع ايه river river اهه يبقى اكتب هنا river number four number four طبعا الصورة الموجودة قدامي دي الايه forest forest فورست اللي هي الغابة forest ايه forest 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 اه الصورة طبعا اه بتكلم على korea korea يعني village 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 يعني korea اسمه ايه village بعد كده number seven number seven واحة يعني oasis واحة يعني ايه oasis اه oasis واحة اخر الصورة عندي ليه ايه mountain يعني جبل mountain يعني ايه mountain ايه mountain يبقى اخر حاجة عندي ليه ايه mountain يبقى نقولهم ثاني city يعني مدينة city building building يعني مبنى river river يعني نهر forest forest يعني غابة desert desert يعني صحرا village 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 يعني korea oasis يعني واحة mountain يعني جبل mountain يعني جبل did you know did you know هل انت كنت تعرف zanayl zanayl لو النيل is home home هنا معناها mountain mountain four different kinds of fish هو موطن لكثيرا من انواع السمك birdis الطيور and turtles one of the plantis largest reptiles الكوكب بتاعنا ده نهر النيل يعتبر في اكبر اكبر تمساح اللي هو ايه zanayl krokodile zanayl krokodile krokodile اللي هو تمساح النيل leaves بيعيش in it بيعيش فيه can you guess هل ممكن تخمن can you guess how long كم طول zanayl krokodile is هل ممكن بقى تخمن كده طول التمساح ده طوله قد ايه طبعا طول التمساح تقريبا من 3 متر لايه لخمسة متر اقول it's between 3 2 5 متر ايه من 3 لخمسة متر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة